من الطاقة اللازمة إلى الجمهور... التفاعلات الكيميائي ماية دفاعه هذه فاستثمت고؟ يعني عندنا القصير الذي يحصل وتفاعلات القيض محتاج إلى صد أذمة صدена فاضحا гл skillet أن الأذمة الضinقة محتاجة في الإطلاق ويخصل عن كيف ي excuses لع vogوо التفاعلات الكيميائية لأن امنا كده إضافة تنشير لكن هذا لاkor sip Konscho ما هي الأنزيمات؟ ما هي الأنزيمات؟ ما هي الأنزيمات؟ مساعدة حيوية إبادية. عامل مساعدة أطبعاً، عامل مساعدة أصبحتك في زيادة السرعة تفاعل. ما هي الأنزيمات؟ أن تخلص داخل أجسام الكائنات؟ أو هي الأنزيمات. معامل مساعدة حيوية تتكوّن من بروتينات، يبقى كارباً. أي أنزيم في جسمي من غير ما يذكر الأنزيمة، هذا بروتينات، تتكوّن من بروتينات، تعمل على زيادة سرعة التفاعل. هل يتقف بروتينات؟ ليس هناك بروتينات ليس هناك بروتينات ليس هناك إنزيمات وإنزيم بروتين والبروتين اللي تتحدثون من الـ R&N فقط البروتين هو المشاديمي لو لم تكن نعم يعني لو نسمى لديك البروتين تعصر مش كيف طبعاً، البروتين أنت تحتاجه جسمها لكن دعني فقط لا، استعني، استعني الأنميا نقص حديد حديد وهي مقلوبين الدم لكن انت محتاج على فكرة المفروض محتاجة بغزية كاملة انت محتاجة كاربوهاجرات عشان عمليات الاحتراكة في جسمك أو علشان تنتجي طاقة ومحتاج أن تنتجي ميناء خلاياكي بإزداد وسنوكو ده ومحتاج أن نسم ده ألبان عشان الكارسة اللي فيها بس مش محتاج أن تبقي لحمة من صور كتير؟ لا، مش لازم لحمة زورتين وصور كتير يا عمّة، عندما تلقيت أي نوع من أنواع النباتات البوكولية هتكي بروكوليات ما هو البوكوليات؟ كل ما هو زو فلقطين الفول وإن شاء الله لو عشتنا وخلنا عمر التنمي التانية نتكلم عن المصليف والنبات كل ما هو زو فلقطين الفول والعكس واللوغيا والفاصوليا كل دي بروتينات بس خلي بارة المحتاج برضو نسبت بروتينات وحوم لأن في أحماض أمينية موجودة في اللحوم لا توجد فيه بروتينات النباتات لا توجد فيه بروتينات نحن 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 نتكلم عن لكن فيه بروتينات لا توجد لبن من اللحوم أو من الحيوانات هناك أحماض أمينية في أنزجة الحيوان خلتها مفسد زمن حتى أصبح لكن لا أسمعك إحنا قدمنا الدين السماح التي الفئة بأنها سيدات وقد سبقنا بدين عيلي وخلقنا الدين السماح التي تتبيلت لها تلك اخرج وراثية ماذا تتبيلو الثانية agenda والدينه إسمه تحجين الدين كتن بردين وكتن بالدينه وكتن بعد لتجمع صفحت مثل هذه الكون خلق ستجمع طيب ده طبعا مش كيتك طبعا السفور وراسيها يبقى في الكل ده لما تكون في حيوانات قربت من التراض يوم عامنين كده بس التهجين عشان انت عايش تجمع صفات جئيدة ما بين الحيوان ده والحيوان ده تبتعمل تهجين صفات يا مسأ انا حاصل كده في بريطانيا كان في حيوان ما يقول انا بسمها الناس وراسيين؟ اه طبعا باي في ألف الصعب في ألف الصماوة أو ألف واربار بي انت حاصل كابا عمال ما يقول في الموريلا بينما عقلوا بي انتم تقصروا صحيح اهيه يا ايه؟ ما اقول لك بادن هنا سالورسيه صح؟ الأجمل من كده بقى انت اللعين انت اللعين انت سالورسيها وصلت حد ايه؟ ان انت بس لازوم والزوم اواز قادمس اتجابه مطف اتجاب هو لسه في راحي من الام انا عافيا انطل عامنه بقعاطر معين السهل قوي دلوقتي، دلوقتي ان انا دخل على مرحله كده من التسماء تتسمى الكتلات الموائضة والثمة الكتلية ادخل اجيز بالخلية واجب الجين اللي فيه مشكلة ده او اللي اعمل له عقب مسلا واشيري الجين ده وحط مكنه جين تاني. ممكن قادل القرصوات ايش ببار زيادة بتادي لو زيادة بس انا عيني 46 مفروغ زيادة ناص بيعمل خلدة وانا خدها لما ننصر الوراسي. وانا اخدها لما ننصر الوراسي. والدكاتر شو اللو. يا ميس؟ والدكاتر بصروف. بيعرفت صروف موقع ذي او. حكيم. بس الدكاتر ده الوراسي مش هاي لكاتر؟ لا. انت عايز مجال الالكتروني ده يكامر مليون مرة وحدد. مجال الالكتروني. اه. مجال المنطقة الالكتروني. عشان مجال مليون مرة. عشان مجال الالكتروني. دلوقتي يوفك يتفره اقول انا عايز اه امي يكون عليه خضرة. وشعر اسفه. ممكن اتعنقدت الصفات اللي انا عايزتي. احنا احبنا هنا نفع وقول ايه تحديد جيل سيجانين؟ قالوا اننا انا بعتبه حرام تحديد جيل سيجانين ده انا بعتبه حرام يا عم اخيطة ربنا رايدة ربنا خلق العلم لخدمة البشرين صح؟ ناس عندها مشكلة تعملية الإنجاب عشان مثلا انطهارات فلو فيها مصداد عشان انذكر عندي مشكلة او احل المشكلة ان انا اعمل اغفال انا مين ده مش حرام احل المشكلة لكن انا اختار ان انا عايزة ولد ولا عايزة مين لا صح والان كلام يا بروتت لك انا بحيل مشكلة الناس محروح من اعمل ايجاب لكن انا تختار لش عراية اتاخد اغفالي camis استني لو انا تدبه مرس انا تتعمل ايي نوان لم تجيب با انا انا او ريو الراس لا 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 تتعمل يسور سيدر وقت في بعض اا 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 ادجين اللحي انا احصل بجين بس في بعض اناس بتعمل السنوار عشان تغربت الأمراض الموجودة في الالي عشان تعرف النوع القديم عشان تعرف الأمراض الوضوذة فيها طرعها طرعها عشان بتلبشلية مش مشكلة أنا بدلا بأجيب طفله معه عنده قاعده معينة عبق على أهله عبق على البلد أحيليه المشكلة وليسة في راحة الأمم سهل دلوقتي لكن إن أنا أدخل ناحية جمالية لا أنا بعتبرها زي الناس اللي بتروح تعمل كده حاجات في روشة وهمش عارفتها عشان من التجمين آآ أعرف التجمين برقه مش طعب الإنزمات إذا فتحنا أصطناعين بمحر واسط إذا فتحنا في الكلام هما تشبه شرق الإنزمات المواد مساعدة حيوية هتتتكون من المروتينات مسؤولة عن زيادة السرعة التفاعل وتقليل التنشيط يبقى أنا بقل نلتقط التنشيط اللي ممكن تكون خزمة الخلايا عنها هي تطلعة صعبة طيب نقدر نتصل على خصائص الإنزمات آآ إيه ممكن تكون خصائص الإنزمات الإنزمات ماشي مواد حفازة عارفنا تزد من سرعة التفاعل وتطلب من طاقة التنشيط إيه مهمة التعريف اللي معادي ماشي؟ إيه كمان؟ وما تنساش إنها مواد بأمتناس ماشي؟ بجرد بس كله واحد، زوج بك الإنزمات مدة خصصة يعني إيه؟ لكل إنزم مادة هدف يعمل عليه لكل إنزم مادة هدف يعمل عليه يعني الذي يصطف لهضم الكاربوهاجرات خلاف الذي يصطف لهضم الليميدات خلاف الذي يصطف لهضم البروتينات مش بس كده ده اللي يقدر يهضم كاربوهاجرات معقدة ليش دعوا بهضم السكريات السنائية ده فيه تخصص تخيل أنت لما تكون تعباء وعايز تروح المستشفى تكشي إذا ما الدكتور ممارس لا هجيبه ده كاتر بس فيه دكتور ممارس عام وفيه متخصص بطنة هتفضل تدخل مين؟ معين ده دكتور برد؟ كل مكان الإنزم متخصص في عمل واحد أو في هدف واحد أنه ما كان أكثر فاعلية الإنزمات متخصصة الذي مسؤول عن هرب كاربوهاجرات ليه مسؤول عن هرب البروتينات غير لبيدات غير أي مادة غزائية؟ طب ليه؟ كيميائياً ليه؟ أقول هدف التفاعل بيتزمي بينهم الزل أنا أعتبر أن ده إنزيم ده إنزيم له شكل معينة هعمل حرف الإي كدر عشان أقول لك إنزيم المادة العادف اللي هشتغل عليها لازم يكون شكلها بتكمله؟ عارف كأنك بتلعب لها بيتبازل؟ لازم علشان ده يلطل مع ده يكونوا وقديد شكل بقى هاتيهالي علمياً لازم البوزء ده بيسموه الموقع النشط أكتف سايت موقع نشط كل إنزيم له موقع نشط كلمة نوقع نشطي عن المكان أو الموقع اللي عن إنزيم اللي يرتبط به المادة الهدف لازم يكون شكل الموقع النشط يتنسب مع شكل البروزات اللي في المادة الهدف يعني لو أنا جبت موقع نشط ده ده وقلت لك إن أنا عندي مادة تانية شفية عامل كده هل إنزيم ده يقدر يهضم ده؟ لا لا لماذا؟ الموقع النشط بتاعه مش متناسل مع شكل المادة الهدف علشان كده كل إنزيم له تخصص لأن كل إنزيم له شكل للموقع النشط بتاعه الذي يناسب حركة كاربوهدرا غير الليبيدات غير البروتينات وهكذا ولكن أحياناً ببقى الانزيم له أكتر من موقع نشط طب تعالت أول نأخذ الخطواص هيحصل بينهم إيه الأول بعدين نرجع للحطة بخيرة ده تعالوا شو نتفاعل يتم بين المتنين؟ آدي المادة الانزيمية اللي معايا أو الانزيم اللي معاك شكله كده وآدي المادة الهدف شوف حصل بينه مين؟ حصل تداخل عملة زالية بتلبس حصل تطابق هيكون لي مادة نقول عليها مادة وساطية حصلها لحظات هكمل اختفاعها هتبوس تلاقي المادة الانزيمية أو الانزيمي اللي معاك طلع زي ما أقول ما تقصرش طب والمادة الهدف مثل هذا الانزيم بربع عليك عشان كده قولنا الانزيم عام الحفاظة ومن خصاص العام الحفاظة انها لا تتأثر زي ما داخلت العملة نفس شكلها نفس الولها نفس الكميتها ما تقصرت كل اللي عملتوا انها ايه؟ تقصرته بس يبقى المادة الانزيمية عندك فتة لا تتأثر ومعد التفاعل زي ما مين ينتأثر؟ المادة الانزيمية يعني مثلا وانا انت جابتك سؤال وقلتلك ده انزيم وهقولك اللي ده مثلا سكر الساكروز مقدارك ريبي ده مين وده مين؟ ده جولكوز وده فاركتوز يبقى الانزيم زي ما داخلت ماشي فعرفتك وهذا معامل ايه؟ نعم هناك بعض انواع الانزيمات لها اكثر من موقع ناشط يعني ممكن يكون فيه الانزيم ثاني عمل كده عنده موقعين فهذا الموقع الاول مثلا اثنين يتخذ الموقع الثاني يعني يتفاعل معها عددين هدف طب لو انا جيب تلات ده وبتلات ده ايهم ها اكثر تخصص ده نقوق لانه يتفاعل معها ايه؟ طب يتنس عليك؟ هتنس عليكم بابدك كده ايهم ها اكثر تخصص بابدك ماذا أين ينس عليهم و strollه عندهم اتقصص لن نسي وجود والكثير بالكثير انهم يتفاعل باختيارات نفاتھ يبقى لانت اوعيته ايهم間 ايهم تخصص احزاني من السوال الكبير هوا تيخصصено هذا هل ازوج آذية؟ هذا 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 ONG تخصص واicitهم الحيائي وeline هل انزيمات الموجع إذنكний لديه طب Libr انزيمات المفا lon ripped تتكسر مع الهرب وارجع كون تاني تتكسر وكون تاني انت كنت دلوقت فترت الصباح والإزيمات بتاعت الهرب تشتغل مع المادة الغذائية بتاعته والغزة نزل والدنيا خرصة حال الإزيم بيفضل موجود في المعدة وخلاص اختلطه مع المادة الغذائية وتكسر هو كمان وانتهى جيت كنت بعدها في ساعتين ادخل أبوه 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 تاني وعمل الشفرة تاني وروح أبوه تاني وأبوه دين تاني أبوه تاني عشان كده عرفتك أرهي مين مشتاب ولا تاني ساعت كل مرة تقفل فلاسة نفس الحامده كل مرة وحتى الهرمونات الدركية بتنتج هرمونات على فترات فلاصل هو ما بيتأثرش بالتفاعل نفسه لو انت بتكلم عن تفاعلاتها لا بتتأثر هي مش بتتحلم بس بتتزم مع الإخراج ما تتقصرش ما تتقصرش بالتفاعب يا زي ما خرجوا لكن انا عايزة اقول لا تبقى في جهازك الهضم يا مزدد بعد تفرق خلاص وكاونتي تاني مع كل مرة باكل فيها حتى الهرمونات مووظفته في الديراقية بتاعة السياروتفين مثلا بعد كده يبدو المبوط في جسمي يعني انا عايزة تباكية انتجلي مرة واحدة وخلاص في العمر كالت المعجة انتجلي انزيم اسمه البرسين هنقضي المرة الجاي يبدو المعجة مستنى هاي اكل ينزله لا هو نزل خلاص ومع كل مرة بتدخل بمي تاني بمي تاني اسمتها همية القبيل اني معك انتتحلك finalmente مستنر كيف هو البرسيند؟ الانزيمات متخصصة لان لكل مادة هذا الازيمه معين مسؤول عن عملية همه الانتحارقها الانزيمات تتقصى عملها بي الانزيمات تتقصى في عملها بي هتتتقصى في عملها بدرج الحرارة والبه. الانزيمات تتأثر في عملها بدرج الحرارة والبه. يعني ايه؟ كل انزيم محتاج درجة حرارة معينة عشان يعمل فرق نفاقة. كل مرة جاء طبعاً هنرسل مرحانيات على الحطة دي. بس اخدها بشكل عام كل مرة جاء نتخصص فيها قطر. يعني ايه بحتاج درجة حرارة معينة؟ انزيمات بهذا في الهنبي بتحتاج حرار الجسم. السبعة وتلاتين درجة ماوي. زادت عن كده. قالت عن كده. مش هتعرف تشتغل. مش هتشتغل الانزيمات. هيحسب تلبخ معي. مسلاً. ايه وسخينت وحرارة بقى تاربعين. ينفع بحرارة كاربعين درجة ماوية. روح تقدر بحل تبعشي. لا. ليه? مش هتتغل. لا انزيمات بهذا كالهضم دلوقتي مش هتعمل بكفاءة. لان الحرارة بالزبط. وبالتالي بقى الهضم ماشتغلش فانت بجاني المرة داك زودت ان انت جالك تلاكوك معي. لان الهضم ماشتغلش بشكل جاي. يبقى انت جربتها. يبقى انت زودت العبق عليك افسر. اتزام التخليل معنا. معنا. معنا انه انا عملت خد انزيم تفيد. انتي. لا لو انا زودت الحرارة علي او انزيمة. اه طبعا طبعا. الانزيمات لان تعمل بكفاءة بقى خاصة.